اهلا بكم مشاهدينا من جديد في السنوات الأخيرة أصبح من الملحوظ تزايد عدد النوادي الرياضية الخاصة برضو بقبلها تزايد إقبال الجنسين الذكر والأنثى في السعودية شباب والبنات على هذه المراكز الصحية هذه خلينا نتساءل هل هو السبب ارتفاع الوعي الصحي عند المجتمع ولا هناك اعتبارات أخرى مثل عدم وجود وسائل ترفيه كافية هذا السؤال أتوجه به إلى ضيفي هنا في الستوديو وهو المدرب الرياضي الدكتور بدر الشيباني أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم طيب هذا يعني احنا فعلا أنا ما يعني اشترت أشوف بين نادي ونادي في نادي وصار يعني لايف ستايل أكثر كلما أتكلم مع أحد أن يقولي أنا خارج من نادي راح الجيم جاي من الجيم فيعني احنا قلنا في البداية ممكن أنا قلت في البدايتي أنه صار في تزايد عدد كبير بس أنت اللي حتقدر بالضبط وضح لي يعني إيش من نسمة إيش فعلا الحجم حجم تزايد من الجنسين على الاندي بالضبط أنا خلال الثمانية سنوات الماضية زادت عدد الاندي في السعودية خمسمية في المية خمسمية في المية خمسمية في المية إذا كنا نتكلم قبل ثمانية سنوات على مستوى السعودية ممكن تلاتمية وخمسين نادي الآن تتكلم عن رقم تضاعف بأعداد مضاعفة كبيرة يمكن أكبر دليل أنه قبل عشرة سنوات كان الناس بتستحي تلبس لبس الرياضة هو يرايح النادي تلاقي واحد جاي بالتوب يدخل النادي فسخ توب ويلبس لبس الرياضة الآن تغير الموضوع بطريقة خبيرة صارت تشوف الناس في الممشى بتمشي بلفس الرياضة صارت تشوفي حتى الناس بثيابة لكن لابس جزوة الرياضة بيحاول يمشي في المولة صار شيء أنه يتفخر فيه أنه خارج من الجم أو رايح الجم طيب هل هذا يعني نعزيزي ما أنا قلت في سؤالي هل نعزي إلى أنه فعلا ارتفاع في نسبة الوعي الصحي عند الشباب والبنات ولا هو فعلا ضعف في وسائل الترفيج هي قد تكون اثنين يعني في السعودية مثلا إحنا ما عندنا سينما ما عندنا ماكن كثيرة للشباب يكن يروحوا له فصار النادي ديستنيشن صار محطة يروح يقعد فيها الشاب يقضى فيها وقته عالميا الشخص يقعد في النادي ساعة في السعودية حسب الحصيات اللي عملناها يقعد في النادي ساعتين إلى ثلاثة ساعات لا أكثر أنا بشوف أنه يقضوها يعني خلاص تتقضى يومهم كلهم هنا صحيح يتكلموا صار سوشال أكثر نحن نتكلم على متوسط ثلاثة ساعات يقعد في النادي فهذا شيء كثير طبعا يتكلم على القولة سوشال بيتفرج مباراته بيتكلم مع أصحابه بيتمرر بشوف يدخنه كمان فهذا كله يعطيكي دليل أنه في رغبة للشباب بتفريغ طاقاتهم كما تم معينة من ناحية ثانية السوشال ميدا وسائل التواصل الاجتماعي والمبادرات اللي بتسير فيها من توعي بالسمنة من توعي بهمية الرياضة هذه كله أثرت بالذات على الشريحة الشباب المبينة 18 إلى 25 سنة هم أغلب الناس اللي بيروحوا الأندي بين أنا لأنك تبثأ لك بالضبط إيش الشريحة العمرية اللي هي يعني بتشوفوا في عندهم إقبال من 18 إلى 25 سنة هذه أكثر شريحة بتقبل على النادي حكمنا مازال في مرحلة دراسية مرحلة جامع عندها وقت الشريحة اللي بعد كذا اللي هي من عمار 25 إلى 35 سنة هم هذو الناس اللي صارت خلاصة رياضة جزء من حياة ملومية جزء من لايف ستايل هذا مستمرين بطريقة أنه خلاص أنا صارت جزء من عملي بيتي أولادي النادي إحصائيا إحنا عندنا الشخص اللي بيكمل ثلاثة أشهر في النادي فهذا معناه أنه خلاص التزم أنه يداوم في النادي حتى لو انقطع بعد فترة بيرجع مرة ثانية للنادي طبعا أنت كمدرب رياضي يعني أنت يمكن تعرف بالضبط إيش هو المفيد وما هو المفيد في هذه المراكز إحنا يمكن لسا يعني ما نعرف بالضبط فبعا يعني بتأخذنا مثلا الأسماء الكبيرة أو الأسماء المشهورة والآن انتشرت عندنا في البلد الكثير من البرانشز حقا مثلا النوادي العالمية معروفة وكله بيدخل فيها عشان يعني انسياق وراء الاسم هل هذا صحيح برأيك؟ بالضبط وجود الأسماء الكبيرة هذه في النهاية هي اللي يعطت الانبوس تواطة الدافع الأندية المحلية لأنها تبدأ تتنافس وجود هذه الأندية العالمية بتعطيه دليل بالذات إذا كانت عندها خبرة وعندها سيستم وعندها برامج مجربة في عشرات السرين وفي دول مختلفة فباب أولى أنها تكون لائقة للمجتمع السعودي طبعا أهم نصيحتنا دائما أديها للشخص اللي بيختار نادي المكان سواء لازم يكون قريب من بيتك أو قريب من عملك بغض النظر عن اسم النادي لازم يكون مكان دائما يطيك حافز أنك تتشجع تروح النادي والصفة الثانية أنك تكون مرتاح في النادي فأحنا دائما بنشجع الناس روح جرب يومين ثلاثة في النادي تحس أنك أنت مرتاح مرتاح مع المدربين مرتاح مع الجو العام حق النادي إذا حسيت براحة اشتريك لا تشتري سمك في مويا على قولتهم تروح يعجبك شكل مبارا كل النوادي بتوفر هذا الموضوع جرب يومين ثلاثة لكن أغلب الأندي الكبيرة بتعطيكي هذا الخيار أنك تجرب وتتمرني وتحس بالجو العام للنادي إذا حسيت أنك مرتاح أشترك على طول طيب أنا كمثلا وحدة أبغى أشترك لأنه مني والله مني إنسانة مثلا سمعت عن السمنة ولا عندي الحمد لله مثلا أمراض ولا شيء بس رايحة عشان أكون صحية أكثر فإيش المفروض أنا أراعي في نادي مثلا غير القرب أو البعد الأجهزة المفروض هل المفروض يعني أنا بشوف كمان قبال شديد على كل واحدة تقول أنا عندي PT أو Personal Trainer أو مدرب خاص هل هذا محبذ هل هذا أنتوا تنصحوا به في الأول طبعا الموجهة الجاية من الأنديا والموضوع الآن من الأنديا زيما حينما عندنا سو ماركت عندنا بقالة حقة الدكان عندنا سو ماركت عندنا سو ماركت عندنا هايبر ماركت فأغلب الأنديا ما زال الآن خلال السنوات الجاية القادمة حيصير في تخصص أكثر فهتلاقي مثلا أنديا مخصصة للناس اللي هما كبار في السن هتلاقي أنديا مخصصة لأطفال هذا إحنا لسه ما عندنا بدأت فيها بدأت بدأت الستوديو الصغيرة تنتشر في جدة وفي الرياض بدأت الستوديو اللي بتعلم حصص الايروبكز زي الزومبا وزي البلاتيس فحسب رغبة الشخص في النهاية يعني هنا أنا حرتاح أشتغل أو أتمرأ في استوديو صغير مع مدرب وألاقي الاحتمام الكامل أو أنا شخص والله أنا أبغى النادي عشان أجرب كل الخدمات الموجودة فيه من مسبح من سونا من جاكوزي من عنديا هل أنا راح أجتمع بابغى أشوف ناس كتير عشان أقعد معهم أتكلم أو أنا أبغى أروح لنادي متخصص فقط بالتمرين ويعطي أغلبية تركيز وجهده للتمرين عندنا في النادي متخصصين في التمرين يعني الشخص اللي بيجي يقولي يا الله هنا جاي عشان أتمشى ولو قعد ثلاث ساعة أربع ساعة تقوله نادينا ما ينفعك نادينا إذا أنت جاي سيريس ويعني تبقى تتمرر تبقى تستفيد تجي تأخذ تمرينك بس مو الأفضل أنه فيه يكون مدرب لأنه مش عشان مش عشان أنه والله عندي بي تي لا بس أنه أصلا أعرف إيش اللي أنا أحتاجه يمكن أقعد أسوي أمشي أنا بس أشوف الناس تمشي على تريدميل بالساعات يمكن أنتي ما أنتي بحتاجة تمشي علي يمكن أنتي ممكن يضرك هذا المشي لتريدميل في ركبك أو في عضلات رجبك هذا النقطة اللي خلتنا إحنا في النادي بنعمل نعمل جولة تدريبية أول ما يجل الشخص بنعطيه ثلاثة أيام مع المدرب بيعدي على جميع الأجهزة يعني واحدة من الأشياء اللي تحز في نفسي شخص يدفع اشتراك في النادي يدخل قدام الجهاز ووقف قدام مبلم ما هو عارف كيف يستخدمه فأحنا بنعطيه ثلاثة أيام بيتعلم على الأجهزة بيعرف طريقة التمرين بيعرف بيسوي له قياساته حق الدهون حق الياقة فساعدتها هو عنده الخيارين والله إذا أنا إنسان أحتاج مدرب شخصي يلزمني ويدفعني وشجعني ويوقف عراسي لأنه فيه ناس بتحتاج كذا ممكن أدفع المدرب شخصي ألتزم معه وفيه شخص آخر يقول لك لا أنا والله بتابع مثلا برنامج أخدته من موب سايت برنامج عندي بالأبليكيشن بالجوال سألت الناس تحيب بالأبليكيشن بالجوال بيشوف تمرينه أو عندي برنامج تدريبي مسبق أخدته من شخص آخر فيه الخيارين موجودة لكن حصائيين زي ما أنت قلت أغلب الناس اللي بتستفيد اللي بتأخذ التدريب الشخصي ثمانية فالمية من الأشخاص اللي بتستفيد بالنادي أنت كمدرب تنصح الناس اللي بتأخذ مدرب شخصي أكيد 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 بالذات في البداية يعني أول ثلاثة شهر تدرب مع مدرب شخصي يوريك الأساليب المناسب للتمرين يعطيك نصائح المهمة للتغذية يساعدك على أنه نحن بسميهم يدفعك إلى الحافة اللي دائما أنت إنسان ميكسل مثلا في البيت أروح النادي ما أروح أروح ما أروح تنتص عليك المدرب تعالد حين حتقوم متروح في التمرين بتوصل مثلا لعدة العاشرة وتكسل إذا كنت لوحدك لكن مدام معك مدرب يحفزك ويشجعك حتلاقي نفسك استمرت في التمرين طيب في ظاهرك الجديدة كمان يعني أكيد ما تخفى عليك اللي هم المدربين الخصوصيين بيجوا للبيت ويصير عندك أنت يعني هو ما حيكون عندك نفس الأجهزة الموجودة في الجيم بس إذا مثلا حتستعمل بلاتس أو غيره خلاص عندك الأجهزة أو الأكوى خلاص عندك الأشياء هل هذا برضو منصوح بي هي موجودة في ناس عندهم خصوصية معينة في ناس ما عندهم وقت معين يعني نتيجة واحدة في الأخير بالضبط لكن احنا دائما بننصح الناس في النادي لأنك شوف بالذات في النادي فيها العاب جمعية فيها العاب فرديا فمجرد رؤية الناس الثانين مثلا واحد أسمى منك بيتمرن وبيفضل جهة تقل هتتحمس انت وتتمرن بتشوف غيرك قدامك يتحسن بتشوفه كل يوم بيتحسن حيطيك دافع انك تتحسن غير ما تكون لوحدك في البيت ومعاك المدرب ما بتشوف الجو الحماسي أو الجو الطاقة الإيجابية اللي بيكون موجود في النادي فدائما عشان كده نصح الناس تتمرن في النادي أكثر تتشجع أكثر تتحمس أكثر بطاقة طاقة إيجابية أكثر من انك انت تتمرن لوحدك في البيت دكتور بدر يعني احنا بنشوف يعني في الدول المتقدمة أنه هذه ثقافة يعني ثقافة مجتمع كل أحد بيروح النادي كل أحد وطبعا عندهم يعني النوادي موجودة حتى ببلاش يعني في منها لأن هي ثقافة ما هي ما هو شيء احنا دحين دوم نتعرفني عليه أو شيء الآن بنفتخر فيه أو شيء كساء فهل من طريقة أنه احنا نعود إلى الوراء ونعلم أولادنا على هذا المنهج الصحي يعني حتى كنا زمان في المدارس كان عندنا اللي هو يعني حصص حصص اللياقة البدنية موجودة أساسية ما كانت لا منهجية يعني كانت شيء أساسي الآن اختفى هذا الموضوع ما صارت هوايات صارت لا منهجية إيش الخلل اللي ساير يعني أنا قد أكون نجابي أكثر منك يعني خلال 3-4 سنة الماضية بحكم تجربتي بحكم احتكاكي في المجال الرياضي حسيت أن الوعي زاد أكثر في المنزل زاد أكثر لدى الأم زاد أكثر لدى الأب بدأنا نشوف أنشطة لا منهجية كثير في المدارس الرياضة المدرسية تأسست في في وزارة التربية والتعليم وصار في رياضة في مدارس البنات بدأوا فيها مدارس الأولاد بدأ يصير الموضوع احترافي أكثر من زمان هذا الاستراتيجية وضعت قبل 3-4 سنوات وبدأت التطبيق العام الماضي ففي نتائج مبشرة كثير بالنسبة للبنية الأساسية للمجتمع أن يكون حب للرياضة المماشي الحدائق العامة واحدة من الأشياء اللي بسطتني وتفرحني لما في الجو الحلو هذا تشوف الممشى الناس كلها بتتمرن وتمشي حتى بدأوا بدأوا يتمرن موجودين صرح ممشى التحلية تشوفهم بيمش بس ما بيتمرن بتشوف الأجهزة يحط البلدية يعني صاحات الأندي المفتوحة بتشوف النس يعني كل هذه خطوات خطوة 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 طب إيش اللي ينقصنا عشان إحنا كون مجتمع واعي مية بالمية بليقتنا البدنية ويعني وعينا الصحي يكون يعني من أولى اهتماماتنا قد تكون الثقافة العيد ما زالت موجودة عيب أني ألبس بدلة الرياضية وروح أتمرن عيب أني أطلع كرشيتي قدام من الناس قدام من الثوب ساتر والعبائي ساتر فما يباين شيء لأحنا مجتمعي أم يعني انتقادي صراح ما بيتيب أحد في حاله بالضبط لكن تحسنت الأمور أكثر بكثير يدفعوا الشراكات لأزواجهم قد تكون هذه بادرة إيجابية أنه والله المجتمع بدي حس بهم أنا ما أنصح أي راجل يعمل كده لمراته أبدا أبدا لا يحاول يعمل كده طيب أنا أبغى أسمع منك يعني نصائح لأنه يعني أنا في البداية في تعريفي للفقرة قلت يمكن أن هي ظاهرة في ظاهرها إيجابي ولكن ممكن تخبي أشياء سلبية هل فعلا في أشياء أو في أسباب سلبية وراء تزايد هذا العدد الإقبال غير إحنا قلنا طبعا أكيد في نقص ترفيه يعني ما أتوقع الرياضة ما أتوقع الرياضة فيها شيء سلبي يعني حتى حتى قضاء الوقت بالثلاثة أربع ساعات في النادي ما في شيء بالضبط يعني أنا عندي أنه شخصي قضي وقته في النادي بيتمرن بيتعرف على معلومات مفيدة بيستفيد منسحه لينه ولا أنه يذهب على رصيف ولا أنه يذهب بالسيارة في الشوارع فهذه كلها يعني حتى الأندية الكبيرة صار فيها ميزة أنها صارة كميونيتي صارة مجتمع وبتلاقي يحطين لاؤنجيز بتلاقي يحطين أماكن العاد ترفيهية زي بلياردو أو أشياء ثانية بيحطوا تلفزيون ناس بتابع مبارات فصارت اجتماعية أكثر هذا كله بلوم كحاضنات للشباب بالذات والشابات أنهم يبدوا يبتعدوا على الأشياء الفراغ لأن الفراغ في النهاية قاتل أنا عندي شخص يجي يقضي في النادي ويتمرن ويستفيد ويفيد غيره أحسن منه يروح يقضي وقته في أشياء غير مفيدة تماما في عندنا يعني ظواهر سلبية أو عادات سلبية موجودة في النوادي حتى من ملاك النوادي بس عشان ليكسب مثلا مال أكثر فيتحط مع أنها تتنافى مثلا مع الجو العام الصحي قد تكون هي أكبر ظاهرة بالنسبة لأندي الرجالية غير أندي نسية وجود بيع المنشطات والهرمونات لكن خفت كثير بنفس النادي بيديو بنفس النادي مدربين نحن بسميهم الجيم راتس فإران الأندية هم اللي بدأوا يبيعوا هذا الأشياء فالحمد لله مؤخر خلال سنتين ثلاثة الماضية سار في رقابة كثيرة من رعاية الشباب وسار في رقابة مكافعة المخدرات واختفت هذا الظاهرة بشكل كبير لكن قد تكون هذه كانت أكثر ظاهرة سلبية منتشرة في الأندية منتشرة في أذهان الناس كلما شاف واحد عنده جسم حلو معضل يقول لك بيأخذ إبر نعم من جهد المسألة ما هي زي كذا يعني فيه ناس شار جزء من لايف ستايل تغذيتهم أكلهم بالذات نحن نتكلم على الرياضات التي في الأندية نحن نتكلم على عادات اليوم كله من الصباح أنت شح تفطري متاحت ارتاحي متاحت يعني قبل شوي سمعتك أنت جاب معك سلطتك وحتاكلها صح ومبساطة أنك جبت معي السلطة وفيها السلام وحتاكلها فهذا ما يبيني أن العادات الغذية تختلف وتبني عليه اليوم كله خلاص أنت إش هتاكل أنت إش هتشرب متاحت تتمرني تنسق وقتك دوامك فهذا كله شيء أشكر تواجدك معنا وأشكرك أنه أنت تكلمت على هذه الظاهرة بطريقة إيجابية يعني وإن شاء الله أن هي فعلا ارتفاع في الوعي الصحي لمجتمعنا أشكر تواجدك معنا مرحبا مشاهدين إحنا بكذا بهذه الفقرة وختامها وصلنا كمان لختام حلقة سيدتي اليوم وأكيد لقائنا يتجدد معكم في الغد خليكم معنا الوعد إلى اللقاء